بسم الله الرحمن الرحيم هل نستطيع أن نتحدى الطبيعة؟ يعني كل الظروف والتغيرات المناخية اللي احنا بنتمحها على مستوى العالم مش المفروض ان احنا نتدبر في هذا الامر زي كانت الحكومات والعلماء بيعدوا العدة لمواجهة التغيرات المناخية بأساليب جديدة في الزراعة والصناعة في كل مناحي الحياة وأن فيه توجه نحو الاقتصاد الأخضر مسمى جميل جداً وتطبيقه محتاج إرادة وده فعلاً اللي بتقوم بالحكومة المصرية النهاردة ودعم كامل لمشاريع الاقتصاد الأخضر بتفتح الأبواب على مصرعيها للدخول في هذا المجال بكل الإمكانيات المتاح انت ازاي تستفيد من الموارد الطبيعية الطاقة المتجددة زيادة المساحات الخضراء الأبنية صديقة البيئة اللي لا يصدر عنها ملوسات التحول في وسائل النقل والمواصلات إلى وسائل صديقة للبيئة تقلل من الانبعاثات الحرارية والاختناق اللي بيعيشه العالم ابتدنا نشوف تصارع شديد لوطيرة التغيرات المناخية ويؤثر على الزراعة والإنتاج الحيواني وعلى الأنشطة المختلفة ومن باب أولى ان احنا وإحنا بنتكلم على القطاع الزراعي نحافظ على الرقع الخضراء بمعنى انهارده الفلاح وطبيعة الحياة الزراعية الجميلة اللي تعودنا عليها لازم ده يكون تراث بنقدسه وبنعشائه بنوفر له كل سبل الاستدامة لأن هي فعلاً الزراعة بتعتمد على الاستدامة وده اللي احنا بنلاحظه فيه خطوات الدولة إذا كنا بنتكلم على نموذج لكل دول العالم وهو مشروع حياة كريمة اللي أتحدى أن يكون هذا المشروع قد تم تنفيذه قبل ذلك في أي دولة من دول العالم مفيش حكومة فكرت في هذا المشروع بهذه القوة والإمكانيات الضخمة بتتكلم على تطوير 4000 قرية طب ماهو ده مرتبط أيضاً بالحفاظ على البيئة لأن الملوثات اللي كانت موجودة بسبب غياب الخدمات هيتؤثر على البيئة بشكل كبير جداً بتتكلم على 60 مليون نسمة تقريباً غياب خدمات الصرف الصحي ومياه نظيفة آمنة وطرق ومواصلات كل ده تأثير سلبي على البيئة وعلى حياة المواطن أيضاً في هذه الأماكن التعدي على الأراضي الزراعية للدولة وجهته بحلول يعني دايماً إحنا بنتكلم على القانون وإنفازه بنتكلم على هيبة الدولة ولكن هناك متطلبات للمواطن هو بيتكلم على أماكن للبناء وحدات سكنية وده اللي بيتم توفيره من خلال المشاريع المرتبطة بالإسكان هجرة الريف بسبب قلة فرص العمل وده كان شيء صعب جداً بيواجه الريف المصري وأزمة حقيقية اقتصادية النهاردة لما تيجي تتكلم على المدن الصناعية المناسقة للظاهير الصحراوي لكل محافظات مصر تقريباً فده توفير لفرص العمل في أماكن معيشة هذه الأسر إحنا بنشوف الدولة بتقدم إيه ولكن لازم يكون لنا دور فعال لازم يكون لنا إرادة حقيقية أن إحنا بنبني بلدنا مع حكومتنا إذا كانت التحديات كثيرة وبنتكلم على أزمات اقتصادية بسبب أحداث سياسية وبسبب تغيرات مناخية النهاردة لما تيجي تتبع الحكومة وتحركاتها أنا بكلمك على حفاظ على أرض الزراعية التحول إلى الاقتصاد الأخضر على توفير فرص عمل النهاردة ما فيش مبرر إلا أن إحنا نشتغل ما فيش مبرر أننا أخالف القانون وحط طوبة على أرض الزراعية كفاية اللي إحنا شفناه من أحداث بعد الثورة وتغير في شكل المحافظات الزراعية النهاردة لما تيجي تتقل المحافظة كانت بتتميز أن مدخل هذه المحافظة أراضي خضراء لا النهاردة أنت بنشوف مباني كفانة هادرا للصروة الزراعية المصرية لازم نبني لازم نشتغل وده الدولة بتوفره لك النهاردة إذا كنا نتكلم على الزراع فأنت عندك تحديث لأساليب الزراع ودخول أنماط جديدة وده من خلال العلم إذا كنا نتكلم على الصناعة إحنا بنقول الاستفادة من كل مواردنا وقيمة مضافة والاهتمام بالصناعات الصغيرة القادم أفضل وهذه المرحلة مرحلة التحدي التحدي اللي بيواجهه العالم كله مش المواطن المصري فقط والحمد لله الإجراءات اللي احنا بنشوفها يوم وراء يوم وبنتمحها مع حضراتكم هي كفيلة بالحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي الغذائي أيضا أول خبر معايا مرتبط بالتعديات على الأرض الزراعية وأن التنمية المحلية أعلنت أنه تم إزالة 6511 مبنى مخالفا واسترداد 4635 فدانا من أراضي الدولة طلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظة حتى الآن من المرحلة الثالثة من تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 مارس وتستمر حتى 26 مارس الحالي 2022 وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمال عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 19 وحتى الآن بلغة 6511 مبنى على مساحة حوالي مليون ومئة ألف متر مربع في جميع المحافظات مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 732 حال التعدي على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4635 فدان كما أشار التقرير إلى إزالة 85 مبنى على أراضي زراعية خاصة على مساحة أكثر من 33 ألف متر مربع إضافة إلى 653 حال التعدي على مساحة 33 فدان وطلب وزير التنمية المحلية بالتنصيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومدريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ جميع الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثالثة من الموجة 19 مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات يعني بنتكلم على أرقام كبيرة وضخمة يعني إيه؟ تعدي على مساحة 4635 فدان وده جزء يعني أنت بتتكلم على جزء واحد يعني ده كل طوبة بتتحط في أرض زراعية هي قتل للتنمية وللإنتاج ولولا هذه الجهود كنا وصلنا لمرحلة سيئة جدا إحنا بنتكلم على الأمن القوم الغذائي بنتكلم على أحداث عالمية بتشوفوها النهاردة كلكم وبنتباحها يوم أو يوميا زيادة على الطلب الغذاء عالميا فانتقول إن أنت عندك قطاع زراعي قوي ومتعافي كان يبقى فيه أزمة إحنا لازم نحافظ على الخير ده توزيع 5000 شنطة ظهور ونباتات زينة غدا مجانا على الأمهات أعلنت وزارة الزراع وستصلح الأراضي أنه سيتم توزيع 5000 شنطة ظهور ونباتات زينة غدا مجانا على الأمهات من زوار معرض ظهور الربيع بحديقة الأرمان في إطار الاحتفال بعيد الأم وقالت الوزارة أن المعرض مازال مستمرا حتى نهاية شهر مارس الجاري بمشاركة أكثر من 240 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وتنصيق الحضائق والصبار ومستلزمات الإنتاج والرأي الحديث وعلى هامش معرض ظهور الربيع بحديقة الأرمان سيتم افتتاح معرض للسرع الغذائية ومنتجات شهر رمضان كما سوف تشهد الحديقة أيضا خلال هذا الأسبوع افتتاح مهرجان الطمور وأيضا معرض للسرع الغذائية التراصية الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الجديد بالذكر أن حديقة الأرمان النباتية بالجيزة تعد من أكبر الحضائق النباتية في العالم على مساحة نحو 28 فدانا وتم إنشائها عام 1875 ميلادي في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وزير العدل وزراع يوقعون عقدا لنقل أراضي ومباني لإقامة محكمة بالأنطر وقع المستشار عمر مروان وزير العدل والساد قصير وزير الزراع والصصلاح الأراضي اليوم الأحد بدوان وزارة العدل عقدا لنقل أراضي ومباني من وزارة الزراع والصصلاح الأراضي والبالغ إجمالي مساحتها 7463 مترا مربع إلى وزارة العدل لتكون مقرا لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة وقد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على نقل هذه الأراضي إلى وزارة العدل بقصد استغلالها محكمة في منطقة القناطر الخيرية افتتاح معرض ظهور الربيع بشرب الشيخ في الزكرة الثالثة والثلاثين لاسترداد طابة افتتاح اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور إناس سمير نائب المحافظ والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء معرض ظهور الربيع ومعرض تراصنة ومعرض الفنون التشكيلية أمام جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ ضمن فعليات الاحتفال بالذكرة الثالثة والثلاثين لاسترداد طابة وأكد اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء أن هذا المعرض يتم بالتنصيق مع وزارتي الزراعة وتضامن الاجتماع وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنيهات الصغر فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء وتشمل أنواع مختلفة من الظهور لتزيين الحضائق والمنشآت السياحية وأعمال اللاندسكيب بالإضافة إلى منتجات زراعية ومستلزمات شهر رمضان منها البيض والطمر والعسل ومنتجات زراعية أخرى بأسعار مخفضة للجمهور بالإضافة إلى مشغولات تراصية يدوية وبدوية ولوحات وأعمال تشكيلية وفنية ومن جانبه قال السيد خليفة نقيب الزراعين أن مدينة شرم الشيخ في طريقها للتحول إلى مدينة خضراء قبل مؤتمر المناخ وسوف يتم تشغيل الحافلات بالكهرباء والطاقة النظيفة كما تقوم مزارتها الشباب والرياضة بالإعداد للمؤتمر العربي الإفريقي لإبراز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية يوم السلساء القادم الري تفتتح أعمال إنشاء بحيرتين بأحد الأودية النشطة في طابة لحمايتها من السيول افتتح الدكتور أسامة الزهر رئيس قطاع المياه الجوفية نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء علاء أبو دونيا مدير عام الشركة الوطنية لمقاولات العامة والتوردات أعمال إنشاء بحيرتين بأحد أهم الأودية النشطة بمدينة طابة ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ منظومة حماية المدينة من أخطار السيول ومن المقرر أن تشهد المحافظة افتاح عدد من مشروعات الحماية في القريب العاجل لحماية مدن أبو زنيمة وأبو ديس بعدد من الأودية النشطة مثل أودية غارندل ووردان وبعبع وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وجدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تعد أحد أهم المحافظات التي وضعتها الوزارة على خارطة أعمال الحماية من أخطار السيول انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمحافظة وما تشهده من عواصف مطرية تهدد الأرواح والممتلكات حيث تم تنفيذ ما يزيد على الربعمية وخمسين منشأ حماية تتنوع ما بين بحيرات صناعية وسدود تخزينية وإعاقة وقنوات صناعية وبرابخ ومعابر أيرلندية الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي الثامن للدراسات الزراعية والغزائية المتقدمة تستضيف محافظة الأقصر غدا الاثنين فعليات المؤتمر الدولي الثامن في التخطيط والاستدامة والدراسات المتقدمة في الزراعة والغزاء والبيئة والمقرر انعقادية على مدار أربعة أيام يقام المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل والمعهد الثقافي الإيطالي وتحت رعاية مركز البحوث الزراعية ومعهدي الصناعات الغزائية وبحوث المحاصيل الحقلية في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الابتكار والأبحاث في موضعات التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والغزاء وذلك بهدف إيجاد حلول فعالة للتغلب على المخاطر البيئية التي تتعرض لها جميع دول العالم في الوقت الراهن يترقص المؤتمر الدكتورة سهير قندير رئيس المؤتمر ومحمد منير عيد مقرر المؤتمر والدكتور أحمد القط أمين عام المؤتمر والدكتور أحمد غلاب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وكوكبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والغزاء والبيئة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعربية صناعة الدواجن دايماً بتكلم مع حضرتكم عنها ملف ورحلة طويلة انتدت على مدار سنين وبدأت الأزمة عام 2006 مع دخول انفلونز الطيور إلى مصر ودي كانت الكارثة الكبرى لصناعة الدواجن وقدت إلى خسائر كثيرة اجتماعات مطولة وموائد مستديرة وعلماء وخبراء ومنتجين تناولوا هذه القضية على مدار سنوات طويلة في السنوات الأخيرة بدأت تظهر نتائج لهذه الجهود اتدينا نشوف إعلان من جانب وزارة الزراعة عن أن مصر تمتلك منشآت خالية من مرض انفلونز الطيور وذلك يؤهلها للتصدير في نفس الوقت في حصر لجميع العنابر على مستوى الجمهورية وكان فيه ترصد الأمراض الوبائية اللي منها أيضاً انفلونز الطيور حملات مكسفة للتحصين وتوعية وإرشاد وتدريب للحفاظ على الانتاج وللحفاظ على صحة المواطن خاصة أن هناك أمراض تنتقل من الدواجن إلى الإنسان وقد تؤدي إلى الوفاة في النهاية احنا بنتكلم على منتج ما يقدرش يستغنى عنها أي بيت مصري بنتكلم على مدخلات هذه الصناعة بنستورد منها 90% تقريباً وبتوفر فرص عمل كسيفة العمالة بتستقطب رؤوس أموال ضخمة ويجب الحفاظ عليها في الفترة الأخيرة نتكلم مع حضراتكم منتابع ونرصد الأسواء وارتفاع أسعار بيض المائدة وأيضاً الدواجن جهود قامت بها وزارة الزراعة وأيضاً منافذ كثيرة تابعة لوزارة التموين والشرطة والقوات المسلحة لتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لضبط الأسواء بعد الفصل هنتكلم عن صناعة الدواجن ما لها وما عليها إيه أسباب ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت هل لها مبرر حقيقي؟ هل الأحداث السياسية أثرت على صناعة الدواجن في مصر؟ هيكون معايا الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر